أهلاً وسهلاً بكم أعزائي التلاميذ في رحاب مدرستكم مدرسة نت. درسنا لنهار اليوم هو حل معادلة يقول حلها إلى حل معادلة جداء معدوم. يعني كيفية حل معادلة باستعمال معادلة جداء معدوم أو باستعمال حل معادلة جداء معدوم. أولاً تمهيد تعرفنا سابقاً على تحليل عبارة جبرية وكيفية كتابتها على شكل جداء. ولذلك نستعمل الخاصية التوزيعية أي البحث عن العامل المشترك أو المتطابقات الشهرة يعني استعمال التحليل باستخدام المتطابقات الشهرة. أولاً وضعية التعلمية A عبارة جبرية حيث A يساوي 25X مربع ناقص 2X ناقص 3 مربع السؤال الأول حلل العبارة A إلى جداء ثلاث عوامل السؤال الثاني حل المعادلة 25X مربع ناقص 2X ناقص 3 مربع يساوي 14X ناقص 6 حل هذه الوضعية إذن أولاً سؤال الأول كان حول تحليل العبارة A إلى جداء ثلاث عوامل لدينا A يساوي 25X مربع ناقص 2X ناقص 3 مربع نلاحظ أن 25X مربع يمكننا كتابتها على الشكل 5X لكل 60 لأن 5 مربع يساوي 25 وX 60 يساوي X مربع إذن هذه العبارة من الشكل هي عبارة عن متطابقة شهيرة من الشكل A مربع ناقص B مربع إذن A يساوي 5X ناقص إذن المتطابقة الشهيرة هدية كيف تكتب A مربع ناقص B مربع تساوي A ناقص B في A زائد B في هذه الحالة A هو 5X والB هو 2X ناقص 3 إذن 5XA ناقص B يعني ناقص 2X ناقص 3 في 5X زائد B وهي 2X ناقص 3 في 5X زائد 2X ناقص 3 بعد الحساب 5X ناقص 2X والناقص في الناقص تعطيني زائد إذن زائد 3 وهنايا 5X زائد 2X ناقص 3 5X ناقص 2X يساوي 3X وال3 تبقى على حالها و 5X زائد 2X تساوي 7X ناقص 3 نلاحظ أنه هنا يعني 5X ناقص 2X تساوي 3X وبالتالي يمكننا استخراج 3 كعامل مشترك فتصبح لدينا 3X زائد 1 في 7X ناقص 3 وهذا هو تحليل العبارة إلى جداء 3 عوامل العامل الأول، العامل الثاني، والعامل الثالث العامل الأول هو 3 العامل الثاني هو X زائد 1 والعامل الثالث هو 7X ناقص 3 ثانيا حل المعادلة 25X يعني سؤال الثاني كان حول حل المعادلة 25X مربع ناقص 2X ناقص 3 يساوي 14X ناقص 6 لحل هذه المعادلة نحن نعلم أن حل المعادلة يعني أخذ كل العبارة بطرف ونجعلها معدومة نجعل هذه العبارة تساوي 0 أيضا في هذه الحالة سوف نقوم بأخذ 14X ناقص 6 إلى الطرف الآخر فتصبح لدينا 25X مربع ناقص 2X ناقص 3 مربع وتأكدنا كذلك أنه 25X مربع ناقص 2X ناقص 3 مربع تساوي هذا التحليل إلى تلت عوامل وبالتالي تصبح لدينا هذه 3X زائد 1 في 7X ناقص 3 هي اللي تساوي 14X ناقص 6 من بعد ناخذ 14X ناقص 6 إلى الطرف الآخر فتصبح لدينا 3X زائد 1 في 7X ناقص 3 ناقص 14X ناقص 6 يعني أخذ هذه العبارة إلى الطرف الآخر يساوي 0 بعد بعض التلاميذ يتساءلون لماذا وضعنا الأقواس أعزائي التلاميذ وضعنا الأقواس لأنه كل هذه العبارة أصبحت بالسالب 14X أصبح ناقص 14X وناقص 6 أصبح زائد 6 فاستخرجنا الناقص كعامل مشترك فأصبحت لدينا 3X زائد 1 في 7X ناقص 3 ناقص 14X ناقص 6 يساوي 0 بما أنه وجدنا هذه العبارة يعني حسابها سوف نقوم باستخراج 2 كعامل مشترك في هذه العبارة فتصبح لدينا 2 في 7X ناقص 3 بالتعويض 3X زائد 1 في 7X ناقص 3 ناقص قلنا استخراج 2 عامل مشترك في هذه العبارة فينتج لدينا 2 في 7X ناقص 3 يساوي 0 إذن نلاحظ أنه 7X ناقص 3 يمكننا استخراجه كعامل مشترك باستخراج 7X ناقص 3 عامل مشترك ماذا ينتج لنا؟ 7X ناقص 3 يبقى 3X زائد 1 ناقص 2 يساوي 0 نقوم الآن بحساب العبارة الموجودة داخل العارضاتين 7X ناقص 3 ثلاثة ثلاثة في إكس زائد ثلاثة ناقص 2 وثلاثة ناقص 2 يساوي 1 فينتج لدينا 3X زائد 1 كل هذه العبارة تساوي الصفر الآن نقوم بحل هذه المعادلة حل هذه المعادلة يقول إلى حل المعادلتين اللي هما 7X ناقص 3 يساوي الصفر أو 3X زائد 1 يساوي الصفر ولهذا قلنا حل معادلة يقول حلها إلى حل معادلة جداء معدوم يعني هذه المعادلة نحولها إلى معادلة جداء معدوم ثم نقوم بحلها 7X ناقص 3 يساوي الصفر و 3X زائد 1 يساوي الصفر 3x زائد 1 يساوي 0 بإضافة ناقص 1 إلى الطرفين نتحصل على 3x يساوي ناقص 1 و7x بقسمة الطرفين على 3 نتحصل على x يساوي ناقص 1 على 3 كذلك بالنسبة ل7x ناقص 3 يساوي 0 بإضافة زائد 3 إلى الطرفين نتحصل على 7x ناقص 3 زائد 3 وصفر زائد 3 عفوا 7x يساوي لأنه ناقص 3 مع زائد 3 يساوي الصفر والصفر زائد 3 يساوي 3 إذن 7x يساوي 3 بقسمة الطرفين على 7 ينتج لنا x يساوي 3 على 7 وهو المطلوب يعني حل هذه المعادلة ولحلول هذه المعادلة هم لدينا حلين وهما 3 على 7 وناقص 1 على 3 مفاهيم إذن حل معادلة يقول حلها إلى حل معادلة جداء معدوم لحل معادلة ليست من الدرجة الأولى نتبع الخطوات التالية الخطوة الأولى نجعل طرفها الأيمن صفر ثم نقوم بتحليل هذه العبارة إلى جداء عدة عوامل فنتحصل عندئذ على معادلة جداء معدوم من الدرجة الأولى ثالثاً نقوم بحل هذه المعادلة وأخيراً نستنتج حلول المعادلة الأولى تمرين تدريبي حول هذا الموضوع سؤال الأول أثبت أن العدد F هو عدد طبيعي حيث أن F يساوي 2 جدر 7 ناقص 3 في 2 جدر 7 زائد 3 سؤال الثاني إليك العبارة E حيث E يساوي 4X في 2X ناقص 3 ناقص 2X ناقص 3 سؤال حلل العبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى ثم حل هذه المعادلة يعني هذه العبارة E نحلها إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى ثم نقوم بحل هذه المعادلة ثالثاً ثم نقوم بحل هذه المعادلة أكتب العبارة E من أجل X يساوي جدر 7 يعني نعوذ في العبارة E كل X بجدر 7 الحل أولاً نقوم بإثبات أن F هو عدد طبيعي لدينا F يساوي 2 جدر 7 ناقص 3 في 2 جدر 7 زائد 3 نقوم بالحساب يعني هي متطابقة شهيرة من الشكل A ناقص B في A زائد B يساوي A مربع زائد عفواً ناقص B مربع حيث A هو 2 جدر 7 و B هو 3 بالتعويض نجد 2 جدر 7 مربع ناقص 3 مربع 2 جدر 7 مربع ما هي إلا 4 في 7 و 3 مربع هي 9 بعد الحساب نجد 19 4 في 7 ناقص 9 يساوي 19 وها قد تأكدنا أنه حقيقة F هو عدد طبيعي ثانياً نقوم بتحليل العبارة A إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى A يساوي 4 في X في 2X ناقص 3 ناقص 2X ناقص 3 مربع نلاحظ أنه 2X ناقص 3 هو العامل المشترك باستخراج 2X ناقص 3 عامل مشترك ماذا يتبقى لدينا يتبقى لدينا 2X ناقص 3 عفواً وليس خرجناه عامل مشترك يتبقى لدينا 4X ناقص 2X ناقص 3 لأنه 1 لنخرجناه دجا عامل مشترك منه 2X ناقص 3 في 4X ناقص 2X يساوي 2X و 4X عفواً و ناقص مع الناقص تعطيني زائد 3 وبالتالي حللنا العبارة A إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى الآن نقوم بحل المعادلة 2X ناقص 3 في 2X زائد 3 و حل هذه المعادلة يقول إلى 2X ناقص 3 نديره يساوي الصفر و 2X زائد 3 كذلك نجعله يساوي الصفر وبالتالي نتحصل على 2X زائد 3 يساوي الصفر بإضافة ناقص 3 إلى الطرفين نجد 2X زائد 3 ناقص 3 يساوي الصفر يساوي الصفر ناقص 3 ثم 2X يساوي ناقص 3 بقسمة الطرفين على 2 نتحصل على X يساوي ناقص 3 على 2 وهو الحل الأول بالنسبة للحل الثاني 2X ناقص 3 يساوي الصفر بإضافة زائد 3 إلى الطرفين تصبح لدينا 2X ناقص 3 زائد 3 يساوي الصفر زائد 3 ثم 2X يساوي 3 وبقسمة الطرفين على 2 نتحصل على X يساوي 3 على 2 إذن للمعادلة لهذه المعادلة حلين وهما 3 على 2 و ناقص 3 على 2 الإجابة عن السؤال الآخر وهو حساب العبارة من أجل X يساوي جذر 7 بالتعويض في X بجذر 7 نجد أين نجد X نضع جذر 7 فنجد 2 في جذر 7 ناقص 3 في 2 في جذر 7 زائد 3 في سؤال الأول كنا حسبنا هذه العبارة ووجدناها تساوي 19 إذن نلاحظ أن العبارة F تساوي العبارة E وتساوي 19 وصلنا أعزائي التلاميذ إلى نهاية حصة اليوم شكرا لحسن المتابعة والإصغاء لا تنسوا أن تنقروا على زر الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء نهاية وصلنا على زر الجرس وصلنا على زر الجرس